اهلا بحضراتكم من جديد صباح الخير عليك اهلا بي صباح النور عليكم يمكن شايفين عوضة قوية لمحمد شريف واستعدته لمستوى وليقته وتهديف بقى ما شاء الله يعني جنين كان فيه مباراة الزمالك مبارح كمان جن أمام البنك الأهلي شايف ازاي عوضة محمد شريف وإحنا كمان على أعتاب المشاركة في كاسر عامل الأنزاء أكيد عوضة مهمة جدا لمحمد شريف شريف كان فترة الفاتح كلا تعرض لبعد شوية عن المستوى وكان حتى بعد عن التشكيل الأساسي من النادي الأهلي ولكن كولر قدر ان هو يرجع محمد شريف مرة تانية بشكل يعني تدريجي كده بحيث ان هو بلغة الكورة كده ما تحرقهوش خلق المباراة اللي فاتت المباراة كانت مضغوطة بشكل كبير جدا ولكن شريف ظهر بشكل كويس ولكن مش بس حالة شريف هي الأفضل في النادي الأهلي بل كل لقابة النادي الأهلي في حالة كويسة جدا في الفترة اللي فاتت لما تفرق في بطولة الدوري بـ 11 نقطة عن نادي الزمالك اللي موجود دلوقتي في المركز الخامس كمان تفرق برصيد 6 نقاط عن فيوت شر صاحب المركز الثاني فده يقولك قدر الحالة في النادي الأهلي حالة جيدة جدا فوز على بيرمز 3-0 فوز على الزمالك 3-0 ثم بعد كده تأهل نهائي كاسب مصر بعد كده فوز على البنك الأهلي 1-0 قبل كاسر العلم الأندية كل دي نتائج تقولك قدر العبت لأهلي فائقة بشكل كبير جدا مرسيل كولر حط إيديه خلاص على نقاط القوة والضعف كمان تألوك شريف ده كان مهم جدا خاصة وسط تألوك كمان محمود عبد المنعب الكهرباء اللي أعتقد أن نادي الأهلي كمان بيحل خلاص أزمته بشكل كبير جدا المعلمات اللي عندنا أن الأهلي خلاص يعني قابة كم سنة وقدم من حل أزمة محمود الكهرباء بجانب كمان أن نادي الأهلي بدور على مهاجم خلال الفترة الجاية ولكن وسط تألوك شريف ويعني كهرباء معتقدش أن نلحق قبلك أسل العالم اللي أنزيك لا هيا الحلالة يا أهلي كانال 48 ساعة نضم مهاجم جديد في صفقات يعني في أسامي بثرتكبان مهاجم أجنبي لأهلي ممكن أنا بشوف أنه استفاد من الصفقات خلال الفترة دي في شهر يناير كان قرار كويس جدا من مجلس دارة الأهلي في شهر 6 اللي فات في الصف أنه ما يجبش صفقات كتير وسط أنه ما فيش مدير فني يقدر يختار صفقاته بالفعل أرجع ده لحد شهر يناير بحيث أن يكون فيه مدير فني اللي هو موجود رادي كولر أنه يختار الصفقات اللي هو محتاجة بالفعل إجاب خالد عبد الفتاح نحن نشوفه صفقة مماسة جدا وكمان يعني معار من سموحة وبنية الشراء فده بشوفه شيء كويس جدا لعب لعب في ثلاث ماطشات أو أطماطشين ثلاث أماكن مدافع وباك رايت وباك ليفت كمان يعني مران عطيها برضو لعب رتحات سكنداري كريسته لسه يدخل لسه فيه فورمة المباراة مع النادي الأهلي فأظن أن خلاص الأهلي يعني فضله بس بمركز المهاجم كولر أعلن أبارح أنه خلاص خطار المهاجم ولكن مجلس دارة الأهلي يعني بيتحرق راس لضمه طبعا كان رقم واحد جاكسون موليكا ولكن بشكتش التركي طالب فيه رقم كبير جدا ما يتخطط ستة مليون يورو فده رقم بيعارك للصفقة بشكل كبير جدا فعشان كان النادي الأهلي عنده بعض اللاعبين الآخرين اللي بتفوض معهم ولكن الأهلي أكيد هتعاقد مواجم قبل المنديال الأندي صحيح كلمنا عن الغيابات في مباراة أمس مبارح غاب معلول وغاب محمد بهاني يعني الباكة اليمين والشمال هل أثرت غياباتهم على أداء النادي الأهلي في المباراة؟ لا لا يعني غياباتهم أكيد غيابات كتير جدا لكن النادي الأهلي لفترة اللي فاتت عنده بعض اللاعبين وأجهزين عنده صفتين جايز بشكل كبير جدا كان غايب طبعا يعني الجبع اللي مين كلها حسين الشيحات كان غايب ومحمد هاني كان غايب نحة الثاني كان علي معلول غايب علي معلول خد أجازة لتونس فده يقول لك النادي الأهلي خلاص بيجايز بقى المنديال الأنديا باصص المنديال الأنديا خلص مبارات الزوالي خلاص خلص مبارات اللي هي الكمة في الدور الممتاز بيركز بلاتف كسر على منديا مبارات الأمس قدر ان هو بالقابة الشباب زي أحمد نابي الكوكي يعني في مركز زهر القيصر يلعب معا كمان خليد عبد الفتاح بعد محمد فخري كمان يشارك شوفنا ورانا عطيه بيشارك لأول مرة بشكل أساسي مع النادي الأهلي لالي دفع بعضة كبير جدا من اللاعبين خلال مبارات اللي فاتت عشان يقدر يجاه الصف تاني كبير جدا برح شوفنا برضو عودة البرستا وشوفنا عودة العمر السلية شوفنا عودة طائر محمد طائر طبعا شايف ازاي عودتهم بعد الإصابة مفيد جدا مفيد يعني وجود طائر محمد طائر وبرستا وفي خط هجوم النادي الأهلي مع وجود عبدالقادر مع الحالة اللي فيه حسن الشحات مع حالة شريف مع حالة كهربا لا يعني حصل تجديد بشكل كبير جدا ليه خط هجوم النادي الأهلي اللي كان فيه فترة من الفترات كان خط الهجوم بعيد تماما عن مستوى كل اللاعبين ولكن دلوقتي بالفعل اللاعبة كلها في مستوى جاية جدا وأظن أن كل هر محظوظ قبل مدينة الأندان يكون كل اللاعبين بشكل كويس الأهلي ربما يحتل السنارة برأسيد 37 نقطة بفرق 6 نقاط عن فيوتر وبفرق 11 نقطة عن الزملك اللي بيحل فيه المركز الخامس هل الفرق ده من وجهة نظرك فرق مطمئن للقلع الحمراء قبل تأجيل مباراتها؟ جدا جدا يعني بوسر نادر ألي دايما لما بيوصل للمرحلة دي أو بيفرق بالشكل الكبير ده بيبقى صعب قوي أنه يخسر كل النقاط بيبقى مطمئ بيبقى مطمئ وبيقدر أنه يبني على ده وبيبقى الموضوع فيه إريحية بشكل كبير قوي في المبارات ما بيبقاش مضغوط بل بالعكس بيود الدغوط كلها للجاة الأخرى يعني شوفنا نادزة بالك مبارح خسر من غزل المحلة حصل قرارات تغيير كامل في الجهاز الفني رحيل جزوالد وفريرا شايف رحيل فريرا هو الحل؟ يعني بعد الخسارة أمام الأهلي ومن قبلها الخسارة أمام بيراميدز وبعد كده خسارة أمام غزل المحلة انت شايف المشكلة فين؟ يعني إيه الأسباب اللي وصلت الزمالك لكده؟ وهل إقالة فريرا هي الحل؟ بصي أكيد مش إقالة فريرا هي الحل الوحيد ولكن فريرا كان يستحق الرحيل عن ناتي زمالك وفريرا في الفترة اللي فاتت أو الموسم الحالي عكس تماماً الموسم الماضي بليرا خارج تركيزه بشكل كامل مع ناتي زمالك بليرا خارج كل الإمكانيات بتاعته اللي كانت السنة فاتت السنة دي يمكن وصل لمرحلة من العند لا أحد يتخيلها مرحلة من الأنا عاية جداً في الفريق بدليل وعنات بشكل كبير جداً مع بعض اللعبين مع الصفقات حتى الجديدة اللي اختارها ما فاتتش ناتي زمالك بشكل كبير جداً فكمان رحيل كمتل أصابة نبيعاً الجهاز الفني اللي معاه عدم إشراك الجهاز الفني في أي دور معاه في المباريات فأعتقد كان كل ده لازم يؤدي لنتائج الموجودة في ناتي زمالك دلوقتي ناتي زمالك هذا العام 2013 مفسي ولا وورا تقسر من أسوان خسر من المحلة تعادل أمام الداخلية تعادل أمام التحدث السكندري خرج من كاس مصر خسر من الأهل 3-0 أظن أي مجلس إدارة بالضبط أي مجلس إدارة ما ينفعش يجدد السقة في مدير فني حتى لو كان نجح قبل كده معايا ما ينفعش لازم خلاص هنا في وقت كده في كرة القدم لازم ألحق الدنيا ولازم أغير تدخلها في دورة بطرق أفريقيا السنسب تقولك ده نفس الفريق ونفس المدير الفني طيب وده يقولك تعدي إني اللعبة فكت منه اللعبة فكت بشكل كبير جدا من جزوالد وفريرا اللي دارة أكيد عليها دور كبير جدا ولكن فريرا برضو فلتت منه بشكل كبير جدا داخل قط اللبس الراجل اللي صفقات حتى اللي جابها هو ما دعمشي الأماكن اللي هو محتاجها يعني ما دعمشي مركز الباكليفت ما دعمشي مركز المدافع ما دعمشي مركز المهاجب بمهاجم جايد جاب سامسون أكنولا أنا بشوفني سامسون أكنولا مهاجم ضعيف جدا إنه يلعب فينات الزمالك حتى كمان يمكن ما دعمشي غير وسط برعب بشكل كويس اللي هو عامر السيسي ودونجا ولكن الاتنين برضو يلعبه في أماكن مختلفة عن أماكنهم بيحطوهم في مراكز من تقدمه هما الاتنين أصلا يلعبوا ستة يعني بلعبوا دفندر اللي هو يقطع الكرة بشكل كبير فعدم كمان استغلال إمكانيات الععبة الموجودة معاه فأظل إن كانت فريرا لازم تنتهي فترته في الوقت ده جهاز الفني الجديد طبعا باكادة الكابتل وصامنها به أنا عن نفسي بحب دايما أتمنى الفرصة تكون المدربين المصريين بحيث إن نخلق تاني يعني وجوه جديدة في التدريب المصري وصامنها به برضو مدرب كويس كان يشتغل أبريكانا في منتخب مصر مدرب عام هيا ضريمنا مكان فريرا أنت شايف وصامنها به أعتقد الزمالك يعني جاي بكويتون وصامنها به كان هو عارف حالة الفرق ولكن فيه تفكير أكيد في مدير فن أجنبي في مفاوضاتها تكون موجودة مع مدير فن أجنبي ولكن لو وصامنها به عندها الحيمية اللي كانت موجودة سنة اللي فاتت والفترة اللي فاتت كمان حتت إن اللعيبة تركز بشكل كبير جدا أنا شوفت الجهاز الفني مع كابتن أحمد عبد المقصود مع كابتن حسين ياسر المحمدي مع جهز فني كويس جدا فأظن أن أصابنها به قادر على ده ولكن النتائج لابد إنها تخدمه عشان يكمل معناها الزمالك انت شايف إن فرصته زهبية دلوقت إنه لو أذبت نفسه وفاز بأكتر من المباراة كده نجز زمالك يعني يجدد الثقة لي ويستمر كمدرب ممكن يجدد في الثقة بشكل كبير جدا خاصة أنه سامنها به عارف حالة الفريق دلوقت راجل يشتغل مدرب عام مع جوز فالدو بريرا سنوات راجل قعد في الفريق ده للسنوات عارف كل خبايا الفريق فمحتاج إنه هو مش هيخد وقت مع الفريق عشان يتأقلم معه لكنه سامنها به عليه إنه هو يغير راكيد شخصته دايماً مدرب العام بيعاني بشكل كبير جدا لما يبقى الرجل الأول يعني بعد ما كان مدرب عام يبقى الرجل الأول اللي بيعاني فيها مع اللعبين فإنا برضو اللعبين عليها دور دايماً أنا مش بحب أحمل مسؤولية كاملة للمدير فإن اللعيب برضو علي دور بشكل كبير جدا دابو عقدة الخواجه مش حتى بالنسبة لمجلس الإدارة يعني موجودة بص عقدة الخواجه موجودة في كل عندها المصري أي نادي مصري بيدي الفرصة للمدرب مصري بيدي له ماتشاة أو ماتشين مش أكتر ولا أقل كمان الزواج داخل على ماتشاة صعبة داخل على فيوتشار داخل على فاركو دولار ماتشين برضو فيهم صعوبة بشكل كبير جدا لو قدر ياخد الست نقاط أعتقد ممكن وقتها يعني التفكير في مجلس الإدارة هي هدى شوية طب ما ندي له فرصة كمان طب ماتشي كمان فالموضوع لو ماشي ساعتها هتلاقي ولكن أي تعصر حتى لو تعادل هتلاقي مدرفان يا جنابي جاي يكون نادي الزمان